السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخوتي في هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو انا اتكلم للمقابلة الرقم جوش تصفية دي الكأس العالم ان نحن عارفين المجموعة تتعمل التحال الافريقي فيها 6 دي المنتخبات وكل الفارق عشرات دي المقابلات وقال ضر منتخب واحد ولي يتأهل اتكلم للمقابلة الثانية دي المنتخب الوطني المغربي الى الاحتياطية اللي تقدر تكون فهذا المقابلة الثانية اللي بقي معرفنها واش داخل الميدان ام خارج الميدان او لا اي خصم هذا الشيء كامل ان تعرفوا عليه في قرعات يوليوز وصلنا 7 يونيو وقرب يوليوز لان القرعة تجرى في دولة البينين هذا الشيء كامل ان تعرفوا ديكسة عملية على تجرى القرعة انا نعرفوا ما من المنتخبات من قدروا يطيحوا مع المقابلة الثانية مع اي خصم تقدر تكون بطبيعة الحال لان الخصوم تختلف ولكن الصعوبة تبقى بدأوا بججحوا الراس مرمى اللي قدروا يكونوا في حتيات الحارس رقم واحد ويوسف موطع حارس الويداد لبداو 28 سنة كانت من ناولوا حد ساعد يوم الاحد في المعركة امام الاهل الثامنة مساء في لقاء القمة صراحة اللقاء اللي كتحتاج الويداد في الهدف واحد ولكن كتحتاج في انه ما تلقى حتى هذا وانتوجوا ان شاء الله بالعصبة الابطال للمرة الرابعة واللمرة الثامنة كمغربية المغرب الثامنة ديال العصبات تكون عند ويداد ربعة وعند رجاء ثلاثة وعند الجيش الملكي واحدة اذا الشيء جميل جدا صراحة الحارس الثاني والمهدي بنعم بيد حارس الفتح الرباطي نحن عارفين ان مسيرة الكبيرة للفتح الرباطي وهذه من اللي جات وسالات تبعها باشتنفس البطولة امام الجيش الملكي بجوجة الاصابات مقابل للشيء كان المهدي بنعم بيد حارس كبير صراحة البطولة الفتح الرباطي اللي كانت حتى المركز الثالث بعد دراء الجيش الملكي بسبعة وخمسة نقطة والويداد بسبعة وخمسة نقطة وكتجي الفتح الرباطي براسي سبعة وربعين نقطة وعند مقابلة نارية مع اولمبيك اس في من اجل المركز الثالث هناك سماعين قندوس اللاعب البطولة البرجيقية خمسة وعشة الانسانة نادع عليه الريقراجين فهدل احد يونيو اول مرة هواي يدخل التربط غادر من خامسة ثمانية يونيو ولكننا نذهب للمقابلة الثانية نومبر اللي كتبقى واحد المقابلة اللي طبعا الحال ماشي سهلة باتاتا باتاتا لان المقابلة اولا عدتكم مثلا بنتعلي اولا ديت ثلاث نقطة اولا اولا نهازمتي اولا ديتين نقطة وعند تخص هذه المقابلة الثانية عمشيوا لعب اخر اللي وجمال حركاس اللي عنده حوالي سبعة وعشرين سينة بطبيعة الحال اللي ولعب الراجئ لعب الراجئ البيضاء طبيعة الحال اللي يقدموا اداء كبير في البطولة المغربية عارفين احنا الرجائد الموسم ماشي متالي انا تقصص بالربعونياء دوري الابطال اهلا من السبنة ولكن تحتل المركز السادس في البطولة الوطنية براسي تستو ثلاث نقطة ومبعيدة عليها فارق الغارم الويداد بعشرين نقطة والجيش المالكي المتصدر بواحد وعشرين نقطة شيء كبير وصع عمشو عند عبد كبير الباقر هذا اللعب تيبورتي بو الابيس عنده 24 عام يلاعب الآن من اجل الصعود للدرجة الاولى من الدورة الاسبانية تبدو مزيانة بشي التحق بالزهر القسم الاول كالنصير كبابونو كالحدادي طبعا الحل لان اليوم يقول املاح هودو فاهد موفيد لعب البطولة البرتغالية لعب اللي نادع للكوتشواليد رقراجي فجوش لوائح بلائحة شوتامل الوائحة يونيو عنك ترشفوه سيكون معرفة المقابلة الثانية ديال الموندية الامريكي التصفية ديال الموندية الامريكي تانيس ناك أقول الموندية القاتري اللي صراحة ما نهو حد تشرفنا صراحة عملنا عامي 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 دكشي صراحة ما عندي ما نقول في دكشي اللي عمله يحيى عطية الله. لاعب الويداد البيضاوي اه 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 يقدر يكون على مقاعدي احتيات كم تبدو احد تتساعد بها المناسبة الويداد البيضاوي صراحة اه شهادة مجروحة فيها فريق الويداد البيضاوي أو نهارا على الحد والثمانية الليل كل المغاربة ينتظروا هذه الموجة تظهروا أن منتخب لاعب هذا اله другاء وديا مع الرأس الأخضر في الثمانية حتى واحد لم يكن تبع في هذا المقابلة فقط يؤدي عن هذه المرحلة إتيت في نهارا على الحد والثمانية الليل التشيلية ومن وسط الميدان هي تكون على ملقة الاحتية أريد أن وسط الميدان يوجد يحيون جبران أيضا سيكون لعب الويداد البيضاوي بالمناسبة لأننا أمتد أن أحد أساعد على الثاني للويداد البيضاوي الفارق اللي كيشرفنا صراحة تشريف كبير الويداد اللي لعبنا الحد مع الثمانية مع الأهلي إذن يحي يجبران يقدر يكون على مقاعد احتياط لعب الويداد اللي كيكون مؤثر في الويداد الحمد لله مداش انضار في لقاء الدهب مع فارق الأهلي إذن عاي يكون حاضر ناضر في لقاء الإياب ضد فارق الأهلي هناك أي ملحسوني كذلك لعب لويداد البيضاوي عنده ثمانية عشرين عام وعمره استدعى للمنتخب وأنا أمل الكبير أن اللعب تستدعى للمنتخب صراحة أنه لاعب كيستحق أنه يكون في المنتخب وخاذ الأيام تراجع وتراجع بزرق كذلك كانت من نوع حتى تتعد للويداد نهى الحد مع الثامنة مساء لأن كل لعب اللي كان جبدوهم كانت من نوع حتى تتعد للويداد لأننا نحن شاء الله وصلنا إلى يوم الأربيع شاء الله رحضت وثمانية وربعين دقيقة ديال الصباح إذن باقي المقابلة تنهى الحد مع الثامنة مساء ونحن معهم بالقلب وفي الجوارح وكل شيء وأنك بلا الخنوس لعب البطولة البرجيكية 19 عاما من اللاعب الناجحين داخل المنتخب الوطني المغربي باقي صغير عنده همش كبير كبير وكبير بزر ديل التطور لأنه لاعب صغير وكما سمعنا عنده حلم كبير أنه يعفر ريال مادريد ونحن نتمنى أن بلا الخنوس يتحقق له بطبيعة الحال هذا الحلم وأنه يعفر ريال مادريد شيء جميل جدا أنه شاهدوا بلا الخنوس لاعب في الريال مادريد شيء منتاز صراحة نعم شاهدوا لعب عمرال لوزر لاعب القسم الأول للبطولة الإنزليزية لاعب اللي من اللاعب اللي صراحة لاعب كنتم لاعب حتى الآن لم أعطا لأداء كبير من المنتخب الوطني لنكون متافقين على هذه المسألة لا شارك معنا في المونديال آخر لأنه كنت عنده إصابة بعداته على المونديال القطري لأنه لاعب آخر لأنه زكريا بخلع المناسبة لأنه نقو على فرزه بكأس فرنسة مع فريق تولوز والآن عجب تحفز كثير من المنتخب الوطني والآن أجب أنه هو أصلا مطلوب مفارق بريطن الإنزليزي شيء جامل بريطن إذاً لن تكون الزرورة صحيح حتى الآن لا يوجد تحفز كثير من المنسبة لأجلزي وإنما لا يوجد أيضا لأنه لا يوجد أسلح من أجل محباً لأنه يكون الوقت لأجلزي ولكن في الصيف من الوقت انتقال لا يوجد الكثير من الهدراك اذا انا ضروري بدوري هنا كذلك لاعب تارك تي سودالي تارك تي سودالي لاعب البطولة البرجيكية تارك تي سودالي اللي كان عنده حد اصابة طاولة الامد اللي بعداته كثير كثير على المنتخب الوطني المغربي الان هو ورجع للمنتخب المغربي وعن شوفو شن يقدر يعمل في المنتخب الوطني المغربي تارك تي سودالي اللعب اللي في اليوم الامار كبيرة بطبيعة الحال اننا نشوفو تارك تي سودالي في طبيعة الحال وهونك عبد الرزاك حمد الله لعب تي حد جدة السعودي اللي كي بقى حد اللعب اللي ومحترام حد اللعب كي يقدم اداء كبير فتحة جدة اللي ما عرفناه اش نعمل الان بعد عايجي كاريم بن زي مر فارق التي حد واش عايب قى حمد الله هناك واش عايب دل اجواء بقي ما عرفناش اش شي بتاتا بقي ما عرفين ش هد المسئلة بصيفة نهائية نتعرف عليها خلال ايام اذا هاتش اللي كان نشكر جميع الناس اللي عايت شرفوا هذا الفيديو بارتاري واخوتي هذا الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى اللقاء